قول ما قلته بالكلمة مصر دولة عظيمة لا يجب أن يهضر فيها قيمة القانون لكن هناك من يرى أن ما فعلته أنت في تغريدتك هو انتهاك وإهضار القانون بأنك علقت بالفعل على أحكام القضاء وهذا لا يجوز قانون هذا تفسير ما هي للمشكلة أنه في عدم فهم لما يرعيه القانون الحمد لله أنا عرف حدود القانون بمعنى هذه التغريدة التي جاءت لشد إذر هؤلاء الشباب بعد حالة من الأحباط أو الإحباطات المتتالية التي تصيبهم وأنا لا أخفي ولا بأي مرة انحيازي لقيم 25 يناير الإنساني ببعضها الإنساني وإن كنت لا أعبر عن هذا في برنامجي داخل البرنامج التغريدة عامة كما ذكرت حضرتك زميلي محمد التغريدة لم تقصد أحد بعينه موجهة لجيل كامل من الشباب تقول له أنت الأمل ولديك إرادة الحياة الجلاد هنا ممكن تختلف بتفسيرها الجلاد أنا هاخد كلام من كلام السيد الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي الذي قال قبل يوم من صدور الأحكام أنا أعرف أن هناك سجناء في السجن أبرياء وسأعمل على إطلاق صراحهم أنا لا أقصد أحد يعني إذا كانوا فاكيين أنا أقصد سيادة الرئيس هذا غير صحيح من المرة لأن الجلاد هنا هي فكرة رمزية الجلاد هي من يمسك بيده قانون ينفذ على هؤلاء الأولاد القانون الموجود واللي هو محل الجدل أنا لا أقول بأنه في جهة واحدة تتحمل مسؤوليته هناك مطالبات مش أنا اللي بتبناها في مطالبات بتتبناها شرائح واسعة من الشعب المصري بمثقفيه بجمعياته بأحزابه ودعوات لتعديل هذا القانون الذين يرونه لا يتناسب مع روح دستور 2014 دستور ثورة 25 يناير